بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول وعنوانه خطوات تصميم مجلة الجزء الثاني صفحات الكتاب المقررة من الصفحة الحادية عشرة إلى الصفحة الخامسة عشر يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون المتعلم قادرا على أن أولا يعدد خطوات تصميم مجلة ثانيا يحدد العناصر التي يجب أن تحتويها المجلة ثالثا يخطط مظهر المجلة بتوزيع المحتوى داخل صفحاتها رابعا ينشئ شجرة المجلدات اللازمة لتنظيم ملفات المجلة أولا خطوات تصميم المجلة إن تصميم المجلة يمر بعدة خطوات هي أولا فكر في المواضيع التي ستحتويها المجلة ثانيا تصفح عدة مجلات واختر التصميم الذي يعجبك ثالثا حدد عدد صفحات المجلة ومحتوى كل صفحة رابعا خطط على ورق كيف ستنظم محتويات مجلتك خامسا أنشئ مجلدا رئيسا يتضمن مجلدات فرعية تصنف بها جميع الملفات الخاصة بمجلتك سادسا أكتب مقالا عن موضوع المجلة واستعن بمصادر المعلومات الموثوقة وابحث عن بعض الصور من الإنترنت سابعا وهي الخطوة الأخيرة استخدم برنامج معالج النصوص لإنشاء الصفحات وتنسيقها تحديد المحتوى وتخطيط مظهر المجلة لنفترض أنك قد أتممت بالفعل الخطوات الأولى والثانية فتوصلت إلى فكرة المجلة واطلعت على بعض التصميمات من مجلات أخرى فلنبدأ الآن بالخطوات التالية والمتعلقة بالتخطيط وتصميم المجلة فكر في الخطوات الثالثة والرابعة حيث ينبغي عليك أن تخطط لتصميم صفحات مجلتك ومحتوياتها حدد عدد الصفحات وابدأ بالتخطيط سيساعدك استعمال الورقة والقلم في تصور أشكال الصفحات واتخاذ القرار بشأن المحتويات وطريقة عرضها عناصر أو محتويات المجلة ترى أمامك عددا من الصور من خلال هذه الصور استنتج عنصرا أو أكثر من عناصر المجلة أو من محتويات المجلة ما المشترك بين هذه الصور ويعد عنصرا أو أحد محتويات المجلة سنأتي إليها أيضا تتضمن هذه الصور بعض العناصر التي يجب أو ينبغي أن تحتوي عليها المجلة والآن لنعرف ما هي هذه العناصر العناصر التي يجب أن تحتوي عليها المجلة هي على النحو الآتي أولا صفحة الغلاف ثانيا صفحات المحتوى ثالثا صور ورسومات رابعا جدول ومعلومات وعندما تقوم بتخطيط المجلة على الورق عليك أيضا أن تقوم بتحديد أماكن النصوص والصور وكذلك الرسومات وجداول المعلومات هكذا يكون تخطيط مظهر المجلة على الورق نقوم بتقسيم المجلة على الورق إلى عدة أقسام كل قسم يمثل صفحة من صفحات المجلة يتم تنظيم الملفات الرقمية وإنشاء شجرة المجلدات الخاصة بالملفات كما بالشكل الموضح أمامك والآن هيا لنقم بإنشاء شجرة المجلدات هذه كما هي موضحة في هذا الشكل أولا ينبغي عليك أن تحدد المكان الذي ستحفظ به مجلد المجلة وليكن سطح المكتب بحيث يسهل عليك الوصول إليه بشكل مباشر انتقل إلى سطح المكتب هذه الشاشة تسمى ديسكتوب أو سطح المكتب لإنشاء مجلد جديد فارغ نسميه مجلة كل ما عليك أن تضغط في مساحة فارغة على سطح المكتب بالزر الأيمن للفأرة اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر الأمر جديد نيو ثم اضغط الأمر فولدر فيتم إنشاء مجلد جديد ويتم عمل سلكت أو تحديد على اسمه لإمكانية تعديل أو تغيير الاسم هذا المجلد سنسميه نعم أحسنتم سنسميه مجلة أو ماجازين وهذا يسمى المجلد الرئيس اضغط عليه مرة واحدة ليتم تطبيق التسمية الجديدة هكذا تم إنشاء المجلد اضغط عليه ضغطا مزدوجا ليتم فتحه وبنفس الطريقة وداخل هذا المجلد قم بإنشاء ثلاثة مجلدات أخرى بالضغط بالزر الأيمن للفأرة فتظهر هذه القائمة المنسدلة اختر منها الأمر نيو ثم ضغط على خيار أو أمر فولدر فتم إنشاء مجلد باسم نيو فولدر قم بتسمية هذا المجلد باسم مجلد الصور اضغط في أي مكان في الصفحة ليتم تطبيق التسمية ثم أنشئ المجلد الثاني المسمى أحسنتم مسودات درافت وأخيراً أنشئ المجلد الثالث وهو باسم النهائي فاينل هكذا أنشئنا ثلاثة مجلدات داخل المجلد الرئيس المسمى مجلة أو ماجازين كذلك نريد أن ننشئ مجلدات أخرى داخل هذه المجلدات الفرعية الآن أنشئنا مجلدات ثلاثة داخل المجلد المسمى ماجازين أو مجلة وأنشئنا داخل مجلد مسودات درافت ثلاثة مجلدات فرعية هي درافت 1 ودرافت 2 ودرافت 3 أو المسودة واحد والمسودة اثنان والمسودة ثلاثة وبالرجوع باك إلى المجلد السابق نجد أنه يحتوي أيضاً على مجلدين آخرين هما مجلد الصور أمجز ومجلد النهائي فاينل بالضغط على المجلد المسمى النهائي فاينل مرتين يتم فتحه ويظهر بداخله مجلد آخر باسم النهائي فاينل هكذا أنشأنا شجرة المجلدات والآن وصلنا إلى خطوة التطبيق العملي فبعد أن انتهينا من تصميم وتخطيط المجلة على الورق الآن وصلنا إلى مرحلة إنشاء مستند المجلة وذلك باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد وتعتبر هذه الخطوة هي الخطوة السابعة والأخيرة ولإنشاء مستند المجلة قم بفتح وتشغيل برنامج مايكروسوفت وورد لبدء إنشاء مستند جديد انتقل إلى سطح المكتب من شريط المهام اضغط في خانة البحث ها هنا نحن نريد أن نبحث عن برنامج مايكروسوفت وورد فهو يبدأ بحرف الـ اكتب الحرف الأول من البرنامج فيظهر اسمه مباشرة ويتم عمل سيلكت أو تحديد على اسمه وهناك طريقة أخرى بالضغط على زر ستارت في شريط المهام فتظهر قائمة البرامج المحملة أو التي تم تنصيبها على الحاسوب من هنا من قائمة البرامج الأكثر استخداما most used ستجد برنامج مايكروسوفت وورد مدرجا بين هذه البرامج ها هو كل ما عليك أن تضغط عليه مرة واحدة بالزر الأيصر للفأرة فيتم تشغيل البرنامج ها هو البرنامج يقوم بعملية اللودنج أو التحميل وتظهر نافذة البرنامج بهذا الشكل اضغط على زر new لإنشاء مستند جديد أو اضغط مباشرة على blank document لإنشاء مستند جديد فارغ عند الضغط عليه يتم إنشاء مستند ويكون شكل الصفحة على هذا الشكل وهكذا قد انتهينا من إنشاء مستند المجلة فهيا يا أبطال لنجيب على بعض الأسئلة على درس اليوم السؤال الأول تخطيط محتويات المجلة على الورق يفيد في تصور طريقة عرض الصفحات هل العبارة صواب أم خطأ؟ أحسنتم نعم إن تخطيط المجلة على الورق يؤدي إلى عمل تصور ذهني يفيدنا في توظيف عناصر المجلة كل في مكانه الصحيح إذن العبارة صواب أحسنتم أسؤال الثاني تحتوي شجرة الملفات مجلدا رئيسا ومجموعة من المجلدات الفرعية هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ أحسنتم أحسنتم العبارة خطأ لا يمكن نقل النصوص والصور من أعمال الآخرين دون الإشارة إليها وذلك بذكرها في المراجع لأن هذا يعد تعديا على الملكية الفكرية للآخرين السؤال الرابع يمكن إن شاء مستند المجلة باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل أم مايكروسوفت وورد أم مايكروسوفت بينت أحسنتم البرنامج الذي استخدمناه في درس اليوم لإنشاء مستند المجلة كان هو برنامج مايكروسوفت ممتاز مايكروسوفت وورد تعلمنا في درس اليوم أولا خطوات تصميم المجلة ثانيا تحديد المحتوى وتخطيط مظهر المجلة ثالثا تنظيم الملفات الرقمية وإنشاء شجرة المجلدات الخاصة بالملفات رابعا كتابة المحتويات والبحث عن الصور وأخيرا إن شاء مستند المجلة وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء مع الدرس القادم ومع أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر